موسيقى مشاهدين أبرحب بكم أهلا بكم في كل يوم حكاية النهاردة في أول فقرات برنامجنا هيكون معنا خبير المستحضرات التجميل والمنظفات الأستاذ محمد عطية هيعمل معنا وصفات منزلية اقتصادية على قد يدي الجميع يعني هيعملها على الهوى إن شاء الله وإن شاء الله تنلقي إعجابكم جميعا كمان هيتناقش معنا عن بعض المشاكل اللي بتعاني منها كل رباط المنازل أستاذ محمد أهلا بيك أهلا بيك منورنا أهلا بيك خارج المساعدين في البداية هنبتدي بقى بالمنظفات بما إنك خبير في الموضوع ده قلنا إيه الأسباب اللي بتؤدي إلى تقشر اليدين كل الستات طبعا في المنزل بتعاني قوي من السابون السايل أثناء غسيل أطباق والحلل والحاجات دي بيحصل جفاف وأحيانا إجزيمة وتأشر إزاي نعالج المشكلة دي؟ أول حاجة هنتكلم فيها تقشر اليدين هترجع للخمات اللي احنا نصنع بيها السابون السايل يعني معنا صح إن المادة أو القاعدة الأساسية في تصنيع السابون السايل هي مادة السليفونيك مادة السليفونيك لو هي مادة مخشوشة أو مادة مش كويسة هتؤدي إلى تقشر اليدين طب رحنا دلوقتي عشان يبقى كلامنا برضه بالبلد بمعنى الصح يعني أنا مسلا معايا نوعين من السليفونيك فيه نوع كويس ونوع إيه؟ نوع مخشوش وكده أنا شايف هنا فيه نوعين معايا هنا هو النوع مخشوش ده اللي هو ده تمام؟ وده نوع كويس أنا عايز نعرف دلوقتي لو رحل المحل بتاع خماتي عشان نشري منه خمات السليفونيك بالذات أقول له عايز مسلا كله سليفونيك بس عايز يكون خمتك كويسة طب أنا هنعرف ازاي كان هو حلو ولا وحش أول حاجة هنخش مسلا على البرميل عنده وهنفتح البرميل اللي عنده تمام وهشم ريحة كده هنا ريحة واحد مستحملهاش خالص دي ريحة عليها موزيبات تمام؟ بيكون عليها معنى صح حمض كابريتيك طب فيه واحد مثلا بيقول لي أنا ممكن نجيب السليفونيك ده هو ونعالجه أصبت المعادلة أقول لي برضو حطرة وأنت زبطت المعادلة هتبيقتش برضو هتعمل مشاكل في الإيدين هتكشر الإيدين برضو واحد تاني يقول لي مثلا نحط جليسرين عشان الجليسرين بينها عمل إيد تمام؟ حطرة وأنت عملت جليسرين برضو هيعمل مشكلة في الإيدين برضو تمام؟ طب إيه الحل؟ الحل إن إحنا نستغنى عن المنتج المخشوش ومندوش على الرخيص اللي عاوز يعمل إسم في السوق عاوز يكبر ويبقى حالة كويسة يشتغل في الخامات الكويسة ما يجيبش الحاجة الرخيصة اللي هي مخشوشة يعني إحنا بنقدر نفرق بينهم عن طريق الريح؟ هو عمتا هو السليفونيك هو السليفونيك عمتا فيه نوعين نوع غازي ونوع عادي النوع الغازي شفافية عالية نقاء أعلى ولكنه لا يعطي تقل للصبون والنوع العادي شفافية أقل ونقاء أقل ولكنه بيعطي تقل للصبون طبعا الناس اللي هي يعني داخل المجال الجديد أو في البيت ما يعرفوش الحاجات دي خالص هو اللي يهمه إن هو يجيب منتج كويس يشتغل بيه تمام؟ هو بس هيروح يشوفه عند التاجر النوع الكويس هيشمه هيلاقي في رحة نفاذة طبعا دي رحة مش حروة خالص هتبقى رحة نفاذة تمام؟ وده مش أصلي ده النوع المخشوش معين أي حدا هيشوفها وتخم فيه دونه شفاف وبسم الله ما شاء الله بس بيتخم فيه حيشم رحته هيلرحه نفاذة ما تستحملش والنوع النوع نوضيفة هو ما شاء الله مالوش أي رحة نفاذة خالص لا جميل جدا وشغال معايا طبعا هو فيه من تركيزات طبعا تمام؟ بس هنا فيه ناس متعرفش يعني تركيز ما يعرفش 70% 80% 90% ما يعرفش الكلام ده هو اللي يهمه إن هو يجيب نوع كويس وخلاص يشتغل بيه بس طبعا السوق كله فيه غش طب أستاذ محمد دلوقتي برضو أحيانا فيه ناس بتشتكي إن الصابون السائل بيحصل له عفونة طب أعليجها إزاي؟ وإيه الأسباب أصلا اللي بتأدي اللي عفونة دي؟ أول حاجة أسباب عفونة الصابون السائل أول حاجة الميا المستخدمة زي مية ترمبا أو المية الجوفية دول لا يصلحوا لإستخدام إن إحنا نعمل بسامون السائل عمتا يعني لأن هما بيحتوى عن نسبة عالية جدا من أملاح ومنجنيئز تمام؟ دي أول حاجة تاني حاجة الطايلوز الطايلوز هو ضيفته في السابون السائل إن هو بيدي تقل والزوجة وربط بين المواد وبين بعضها ويعمل على كفاءة الرغوة في المنتج ويحافظ عليها بمعنى صحي يعني لو النسبة بتاعة الطايلوز في السابون السائل زادت عن النسبة يعني زادت عن الحد ده بيقدي إلى العفونة ليه بقى؟ لأن الطايلوز هنا بيكون جاذب للبكتيريا فبالتالي بيعمل عفونة في السابون السائل دي تاني حاجة تالت حاجة عدم موجود مادة حفظة في السابون السائل برضو بيقدي إلى العفونة أي حاجة في الدنيا لها مادة حفظة حتى الطبيق بتاعنا ما ينفعش نعمل أكل من غير ملح الملح ده مادة حفظة فبالتالي اي حاجة في المنظفات او في التجميل لها مادة حفظة تالت حاجة رابع حاجة السلفونيك زي ما قلنا من شوية ان هو بيعمل تقشف اليدين وبيعمل عفونة تمام دي اربع حاجات بتقدي الى عفونة السابون السائل طب واحنا هنعالج التالية ازاي؟ اول حاجة لكل مية لتر صابون لكل مية لتر صابون هنحط خمسين جرام كلور خام تركيز 12 فمية خمسين جرام كلور خام تركيز 12 فمية ونقلب ونسيب البرميل لمدة ساعتين تمام؟ بعد ساعتين بنحط المادة حفظة بتاعتنا تمام؟ ونسيب البرميل لتاني يوم ونحط الريحة واللون عادي خالص كده احنا عالجنا الصابون من ناحية لعفونا تمام كلمنا عن مادة السماسول هل هي مدرة للجلد والبشرة ام لا؟ مادة السماسول او الان بي ناين او نايفينول او السيكوستر كلها اسماء لمنتج او لمادة السماسول السماسول بتخش معنا في مزيل الضهون مزيل البقع بسيل الجل لتول يزابط الزيوت الالتالي بتخش في صناعة معطر الارضيات تمام؟ معطر الارضيات ولكنه لا يصلح لمعطر الجو لانه لو تعامل به معطر الجو هيعمل مشاكل للبشرة ويعمل جفاف للبشرة وهيجيب امراض وحشة زي السرطان وكده الله محفظ منه على خير يعني فطبعا فيه ناس بتحاول تغرش منتجات اللي هي بيعمل بها معطر الجو اللي يخليه بدلا ما يجيب 280 او فاتق حل او كريمه فور عشان يعني بيه معطر الجو لا بيجيب السماسول لانه هو ارخص في السعر فبالتالي ما يهموش بقى اللي هيستعمل معطر الجو ده يحصل له ايه؟ ما يهموش هو بيغش وخلاص ماش فارق معا حاجة فبالتالي السماسول لا يصلح لمعطر الجو خالص سيد محمد ده عايدين تركيبة زي الفانش كده تقولها لنا كل الملابس البيضة انت عارف كل السيدات طبعا بيعانوا من البقع اللي بتبقى في الملابس البيضة وكده عايدين حاجة تكون قوية وفي نفس الوقت يقدروا ينفسوها في قلب المنزل يعني بطريقة سهلة طيب احنا الوقت هنام مع بعض ولو كده جماعة معنا فيديو ياريت ننزل بيه هنام مع بعض فانش للهدوم بيضة والالوان للغسلات العادية انت جايب لنا فيديو طبعا عالفانش الفيديو بتاعنا اللي هو السيترس تعملين البقع تمام اه مش للفانش تمام احنا اول حاجة هنا مع بعض معنا كيس اكسي ام انا واخد منه هنا في معايا حوالي 750 جرام مسحوه اكسي عادي تمام حناخد منه 750 جرام انا هنا واخد اكسي بيحت اللفاندر عشان دي كمان ريحة معايا تمام دي هو 750 جرام مسحوه غسيل عادي اللي هو الاكسي تمام لازم اكسي اي منتهى انا هنا مقتلل اكسي انه هو ريحة اللفاندر ريحة جميلة جدا عشان العطر يعني اه تمام يفعش ان انا استخدم مسحوه تاني وادف له انا عطر من عندي مفيش مشكلة عادي بس هو عشان ريحة اللفاندر هنا قوية فيه تمام وهنحط معايا ربعا كيلو زهرة بيضا هيا في زهرة لانها ابيض اه طبعا دي جميلة جدا ومفعالة احسن من الزهر الزرق طبعا ودي بيلاقوها فين بقى عشان بس عند اي حد تاكليمويات يعني في شرع الجيش موجود في اي حده يعني تمام؟ تمام ومعانا خمسة جرام زهرة زرقة ومعانا واحد جرام كلور بودرة هو كلور كمان في منه بودرة؟ اه دي مادة خام احجاب جديدة النهاردة عليك ده مادة خام اصلا بتخش في صناعة الكلور عمتا يعني بس انا حط هنا واحد جرام كفاية جدا على التركيبة دي يعني دي المادة اساسا اللي هي اساس الكلور نفسه اه طبعا اه طبعا اه اه ماشي دي تركيبة سهلة جدا جميلة جدا طبعا احنا هنا عشان البرطمان معايا يعني صغار شوية اه احنا هنخلط كل المكونات دي مع بعضيها تمام؟ وهنستعملها عاوزين نقعوا فيها الهدوم مفيش مشكلة عاوزين نحطها مع مسحوق غسيل نعمل خلطة احنا مثلا بنجيب اي نوع مسحوق برسيل اريا اي نوع احنا نحب نجيبه في البيت ممكن نخلط ناخد الخلطة دي كلها ونحطها مع مسحوق غسيل احنا نستعمله في البيت دي للغسلات العادية او ننعوها برا لو عاوزين نعملوها الغسلات اوتوماتيك هنلغي منها المسحوق العادي اللي هو 750 جرام وهحط مكانها ايه؟ اوتوماتيك اي نوع احنا عاوزينه تركيبة جميلة جدا جدا وفعالة مش مدورة خاصة عالوان هتمشي الهدوم بدأ والالواء تمام ايه عايزينك بقى كده احنا خلصنا الوصفة دي اه تمام تمام ايه عايزين بقى اللي هي الوصفة اللي هي بتاعة ازالة الحروق من القواني ولو مثلا عندنا حاجة ستلس مثلا محروقة او كده والبقع اعتطلها تمام هو بالنسبة لل والده بقى اللي معنا الفيديو فتاعه اه اللي هو السيترس المنتج ده انا عامله عندي انا قماشا قطيفة لان من اقفل اقمشا في ازالة الدهون والبقع اللي قماشا قطيفة كعناها بقعت شحم وحبر طبعا ازاليتها الخالص مسافة مفيش دقيقة بالضبط تمام اللي هو منتج السيتر ازا هو بنباع بارة في السوق عبوب تلاتين جليد تقريبا مستهلك والعبوب اقل من اللتر انا عاملها عندي حتى في المحل والحمد لله اشتركوا الله يعني منتج متميز انا يعني الشغل ده كلته ده عندي منه سايب معنيش منه عبوات بس انا انا جايب المنتجات ده اه عشان طبعا نوريها السادة المشاهدين يبقوا شايفين المنتج ده عامل ازاي حتشوفه طبعا في الفيديو موجود ازالة البقع الشحم والحب مع المقماشا القطيفة وفي نفس الوقت بيزيد الدهون مع البتجاز وعلى السيراميك وعلى الارضيات وعلى السجاد ومفرشات في كل حاجة فيها بقع الحمد لله وشكر الله حتى مكن العربيات بس هي المادة دي بس؟ تمام ده بنسبة للسائل ده اه السائل اه وفي كمان العجينة ده اسمها عجينة لهاليبو دي انت اللي عملها؟ اه شغل ده حدا كلها تحمل للشغل يعني تمام العجينة دي برضه بتشيل الحروق من على الاطباق برضه هتلاقي برضه عندك في الصور برضه على القناة برضه هتلاقي فيه صور للاطباق وحلل قابل وبعد ازالة الحروق وبرده بتلمع في نفس الوقت وبرده فيه ميزة برضه فيها ان نص كيلو عجينة منها بيعمل حوالي عشرة كيلو سابون سابريل النص كيلو عجينة من ده بيعمل حوالي عشرة كيلو سابون سابريل يعني احنا بندفها اصلا للسابون السابريل اه ممكن ناخد ناخد نص كيلو عجينة بس بنحطها في شوات مية بتعملها حوالي عشرة كيلو سابون سابريل بنحط نص كيلو على حوالي تسعة كيلو ونص مية. وبندبها في المية بتعمل لي حوالي عشرة كيلة صابون سايل. وبالنسبة للسترس ده بيستخدم لوحده ما بينضفش الصابون سايل ولا ايه? لا لوحده. يعني هو لو تحط معا حاجة ممكن. طب دان لقوه في. انا طبعا هنسيب اركام تليفرناتي عندك عالصفحة. اللي عاوز ايه تواصل معايا. انا الحمد لله اه في ناس بتواصل معايا. بيبقى عاوزين. اه بتواصل معايا بياخد المنتج سايب. وهو بقى ايه اه يتعامل فيه براحته. بس هو مثلا المنتج عندي كله كله سايب. مفيش معلوب خالص يعني كله سايب عندي يعني. وبصلنا على الغير برضه في نفس الوقت يعني. تمام. اه عايزين بقى وصفة لازالة العرق. وفي نفس الوقت تفتيح فوري للبشرة. تمام. وصفة العرق معنا بيكره هنحط اول حاجة معلقة بودر التلك. ومعلاقة كربوناتر. ونقلب كده. وهنحط معلقة تيتانيوم. ونقلب كله مع بعضه كده. والتيتانيوم ده نلاقيه فين? وشارع الجيش برضه. احنا في الكهارة. شارع الجيش متوفر فيه الخيمات دي كلها. ونحطها تمعلق ذلك جزء هن طبيعي. بواحد اتنين تلاتة. هنحط تلات معلق ونقلب كويس. التلكيبة دي يا جماعة تصلح لجميع انواع البشرة. ممكن احط لها العطر اللي انا عاوزي. اي ريحة. حطي لفندر مسك. انا معايا ريحة مسك. اه. هنحط حوالي خمسة جرام او تلاتة جرام. على حسب تركيز الريحة. اه دي وصفة ازالة العرق. اه تمام. اه ازالة العرق وفي نفس الوقت تفتيح فولي. اه. يعني دي يا جماعة اتنين في واحد. بتزيل العرق وفي نفس الوقت ممكن نستخدمها تفتيح. اه دي طبعا لاماكن اه اه العرق بس ما ينفعش لأي مكان تاني في البشرة تفتيح للوش او كده. لا دي عرق بس. صح? دي عرق بس. زي محا شايفين كده انا عملها اصلا مركزة. وزي محا شايفين لو الكاميرا تقرب على ايدي. اه فعلا تحسها فتحت شوية. تمام. ايدك دي عندي. لا فتحت ايه. اه. اتنين ازاي? اه هل لها وقته معين وتتغسل ولا اه يعني مدتها قد ايه? لا عادي تفتيح فوري وعادي اصلا دي يعني متلات تبعية. مش ما تأثرش على اي زي جسل هند. حلو جدا للبشرة. احنا حطينا بيكاربوناتو السوديوم عليها? اللي هو كاربوناتو معلقة صح يعني اه. اه. بودل تلك وتيتانيوم. اه. البيكاربونات ده ما يقصرش على البشرة ولا يحسسها ولا اي حاجة? مش لا لو بكترة. بس هو هنا محطوط معلقة من كل حاجة. اه. حطت معلقة كاربوناتو معلقة زي جسل معلقة اه تيتانيوم ومعلقة اه بودل تلك. تمام احنا ما نزلناش بالفيديو بتاع اللي هي الاواني اللي فيها حروق وكده هننزل بي يا جماعة. احنا الفيديو ده عندك اللي هو بتاع السيترس. اه هنعرفه دلوقتي اقوة. الاواني العجينة. بتاع السيترس اللي هو ده والعجينة. انت ما قلتناش العجينة دي اصلا عبارة عن ايه ولا دي سر المهنة مش هتقولها. لا سر المهنة بقى دي سر المهنة دي. معنا الفيديو على الشاشة. يا جماعة الفيديو ده اللي هو بتاع السيترس. ده بتاع السيترس والعجينة. تمام تمام. طيب علق لنا عليه كده خضرتك. دي ايه دي? دي قمشة قطيفة. اه البقع اللي عليها بقى بقع ايه? عليها بقع شحم وحبر. شحم وحبر. اه القمشة القطيفة بالذات من اقوى الاقمشة اللي بتيجي عليها بقعة الشحم والحبر واستحالة تطلع منها. اه. انا عملت عليها بقعة شحم وحبر. تمام. ورشيت شوية كده عليها وتتبتها لمدة دقيقتين ولا حاجة. دقيقتين بس معقول. اه اه. واقل من دقيقتين. حتى هتشوفه في الفيديو حتى كان عامل ازاي. اللي واحد يعني الحمد لله عملت المنتج ده. اه. اه. كان جميل جدا. وده البتجاز اه كان عليه كمية دهون. والسكر ده في الوش ده. ايه. ايه. ايه ست بيت يعني بتشوف صعوبة جدا ان هي تشيل للسكر ده. اه. فبتروا يجيبوا مياه سخنة وبيجيبوا موس. يقاروا يجرحوا ايه منظر الازائز. فالمنتج بتاعي ده الحمد والسكر الله. انا اه. اعملته. وكله بشكر فيه الحمد لله يعني. تمام. اه بس. اه. ان الحبر يتشل بسولة والشحمة والحاجات دي لان كلنا بنعاني من الموضوع ده. اكيد طبعا. هو قامل جدا على كميشة. حتى كمان انا اللي عاوز يغسل عربيته بالكيماوي. اه. دايما في المحطات للغسيل العربيات بيجيبوا مادة كميوية بيغسلوا بها في مكة العربيات. فبياخد التركيبة اللي عندي. وبتوفر معاها جامد جدا. ان هي بتلمع الاجزاء الداخلية على المكة العربية. الفيبر وكل الكامده بيلمعه وبيخليه اكيده لسا جديد يعني. اه. ودي ممكن نستخدمها للملابس عادي ما تغيرش لون الملابس او اي حاجة. امينة جدا. امينة جدا. انت شايفها حتى الاماشة القطيفة في الفيديو موجودة كانت معانا. اه. الاماشة راجعت لونها الاصلي. اللي هو اللون اللي هو المحمر بتاعها اللي هو الاصلي. من غير ما تبهدت خالص يعني. من غير ما تتأثر. اه طبعا. اه. اه. وكمان تنفع للسيراميك وبيبقى فيه ساعات دهان كده على السيراميك في المطبخ. سيراميك. ممكن برضو اه. حتى اتوالت الحنفيات. الاستلس الخلاطات. الرخام. البلاستيك. المطبخة المطال. اي حاجة فيها دهون عايز تنظف بالمنتج ده. الحمد لله نتيجة فعالة جدا. واه. امينة جدا على الايد. ما لقاش اي تأثير او اي على الجانبية خالص. طيب سريعا بقى قلنا برضو وصفة للسيرام للشعر. تكون حاجات طبعية اقدر انفذها في البيت. وفي نفس الوقت تكون اقتصادية. تمام. طبعا انا كم يوم شفت اه تركيب زيت سيرام. مش هقول طبعا اسامي. تمام? بتشوفت المنتج ده عبوة خمسين ميلي. سعره كان بس ستين جنيه. بس اه غالي طبعا. فانا طبعا هنعمل تركيبة هنقول تركيبة وصفة اي ستة بيت تعملها في البيت. وهتوفر معها يوم خالص. تمام? هنكلم اول حاجة. هنجيب خمسة وسبعين جرام. خمسة وسبعين جرام زيت سيلكون عيارة اتناشر الف وخمسمية. خمسة وسبعين جرام زيت سيلكون عيارة اتناشر الف وخمسمية. وهنضيف عليه اتناشة جرام زيت سبار اتناشة جرام زيت برافين اتناشة جرام زيت لوس حلو اتناشة جرام زيت خاروع. هنخلو الكل ده مع بعضه. وهنضيف عليهم اي بي ام او مع معروف باسم ايزو بروبيوميليستات. الايزو بروبيوميليستات هنا في التركيبة وظيفته انه هو بيعمل دمج لزيوت كلامها بعضيها. تمام? وبنضيف عليهم بعد كده بنحط عليه واحد جرام فيتامين اي. الفيتامين اي وزفته في الشعر هنا ان هو بيحمل الشعر متقصف وتساقط. وفي نفس الوقت بيحفظ المنتج من التعفن. واخر حاجة بنحطها واحد جرام بنحط واحد جرام زيت عشري. اي راحة احنا عايزينها. تركيبة جميلة جدا وفعالة. وبإذن الله بيجي ما تيجي من الاول مرة يعني. طب يا جماعة كلها وصفات متوفرة عندنا جميعا يعني. وبشكرك استاذ محمد للأسف فقرتنا انتهت. اه كنا حابين والله نتكلم معك اكتر. لنا معك ان شاء الله فقرات اكتر. ان شاء الله. ان شاء الله. اه اه اعزائي المشاهدين نروح فاصل ونرجع لك تاني. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل وتاني فكرة معنا. هتكون مع الفنان السعد ابراهيم الجندي. وزي ما كلنا عارفين ان المنصورة تاريخ حافل بالنجوم والشخصيات. انها جيحة في مصر والوطن العربي. نشأت فيها ام كلسوم. اجمل صوت في الوطن العربي. ومنها ايضا خرجت سيادة الشاشة العربية فاتن حمامة. والموسيقار المبدع رياض السنباتي. اه قدمت لنا العديد من الفنانين ومنهم الزعيم عاد الامام. ولا ننسى ايضا الشيخ العظيم محمد متولي الشعراوي. وامام امام الدعاء. وغيره من الامة. والنهاردة هيكون معنا برضو ابن المنصورة. الفنان السعد ابراهيم الجندي. سيد ابراهيم اهلا بك. اهلا بك. منورنا. الحمد لله ونبالك فيه. كليك معنا حلقة قبل كده وملحقناش نكمل حدثنا معاك. فقلنا نكمله بقى الحلقة دي. اه عايزك بقى تكلمني. احنا للمرة اللي فاتت تتكلمنا عن اخر اعمالك. انت قلت داخل مسلسل هيتزعى ان شاء الله خمستاشر احداشر. اه قلت له قلت اسمه هي. اه مع الفنان منزر ووفاق عامر وكده. الفنان ووفاق عامر. انت حسس بقى ان انت يعني مظلوم. ولا شايف ان انت يعني اخدت حقك فنيا او ان انت حققت انجازات في وقت قليل ولا انت ما وهبتك حسس ان هي مظلومة وان انت مطهون. لا الحمد لله وغل الحقيقة ولسا نكمله بكرا ان شاء الله بقيته. هتكمل المسلسل بكرا بقيته? اه بكرا اه. ااخد دولية بكرا ان شاء الله. ااخد ما يشاء الله. انت شايف ان انت كده حققت انجازات في وقت قليل ولا حسس ان انت مظلوم فنيا. لا 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 لا. كان نفسك توصل ايوه تمام ولسه ان شاء الله داخل في فيلم تاني اسمه عاقل اعظامي وداخل كمان في مسرسل تاني الفيلم ده مع مين الفيلم ده لسه ما كلم مع المخرج لسه ما كلمني من اسبوع كده الى لسه يبدأ الاسبوع الجهة تصويره ممكن مع النجوم الكبال ولا حاج مش عارف لسه لسه مش عارف مين اللي مشترك في العمل الفني لا لا الاسم قال ليش لان النجوم وكذا طب عرفت دورك ايه في الفيلم مهندس مدني مهندس مدني طيب عايزك تقول لي رأيك الاستاذ ابراهيم في الاعمال الفنية الموجودة على الساحة هل انت مقتنع بيها ولا يعني عندك بعض النقد عليها كلمنا برضو عن رأيك في الموضوع ده زي ايه بقاك الاعمال الفنية الموجودة على الساحة الحديثة يعني الفن الجديد ايه رأيك في الالفاظ اللي بتتقال احيانا بنسمع برضو الفاظ لا 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 زي الفنان الكامير ابن الحاموروج اباضه ولا فلشة كلم لا ايه متحلم بايه في الفن؟ بتحلم تحقق ايه؟ ايه الدور اللي انت تحب ان انت تقدمه يعني لو جالك سيناريو تحس ان هو واحد من الفن القديم و السيناريو تاني واحد من زمن الفن الحديث مين لأهني لون أكتر؟ للفن القديم ولا الحميس؟ للقديم من من عملكة الفن القديم كنت تحب تقف تمثل قدامه؟ رجد أبازة فرش شوقي والجديد؟ الفنان الكبير كميل القديم فنان عاد الإمام وفنان كبير ابن بلدنا العظيم محمد صبحي فنان محمد صبحي المنصورة طيب وبالنسبة للفنانين اللي موجودين على الساحة حالية تحب تقف قدامين وتمثل قدامين؟ الجدد مع الفنان أحمد السقق فنان محمد هنيدي أحمد السقق ومحمد هنيدي فنان كريم عبد العزيز إن شاء الله عليه لو جالك دور تقوم فيه بدور بلطجة أو زي ما بنشوف حاليا في الأعمال الفنية اللي كلنا بنعترض عليه هتقبله؟ مش هتقبله؟ حتى لو الدور ده هيدفلك أو هيحقق لك نجاح الدور ده بيخلي العياد النهضة بيعملوا حاجات طوحشة ممكن تعلم مع بعض وكلام ده تمام المطاوي والسكاكين أكيد برضو بتبقى متحفز يعني أنت قلتنا الحلقة اللي فاتت عندك بنت أكيد ما تحباش تشوف الحاجات دي لا 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 فبالتالي هترفض أساساً أن أنت هتقوم بأدوار جديد لا لا فيه حقيقة فيه بنات فيه أطفال بيخافهم الحاجات دي جداً أكيد طبعاً ده بيأثر على عقول أطفالنا بالسلب طبعاً بيأثر عليهم جداً بالسلب اه يعني إذاً أنت من نوع اللي مش داخل الفن أن أنت هتقوم بأي دور المهم يدفلك ويحقق لك نجاح لا أنت هتنطقي أدوارك وهتختار أدوار هادفك مش أي دور والسلام يعني تمام؟ هجيب سكاكين أم طوي ده يعني لا طبعاً اه بتغني مش طلع بأدوار غنع أو حاجة فيه لسه 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 اه ناوي تدخل في الموضوع ده ولا التمثيل فقط لغير يعني مش إن شاء الله ما فيش مشكلة يعني كل حاجة حلوة فيش مشكلة مع التمثيل هل أنت من صغرك أصلاً يعني كنت حاسس أن أنت جواك الموهابة الفناء ولا كنت بتحلم تطلع حاجة تاني؟ لا من زمان أنا كنت غوي التمثيل يعني أنت من صغرك أصلاً من وأنت في الدراسة غوي تمثيل مش حابب أن أنت تدخل مجال تاني؟ لا كنت غوي التمثيل من زمان وكده تمام أستاذ إبراهيم أنا بشكرك جداً وكفاء أن أنت ابن المنصورة ويا رب بدعي لك والله إن ربنا يوفقك وتحقق كل أحلامك ومشاهدينا وبكده انتهت حلقتنا ويا رب تكون فكراتنا عجبتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة